إلى الدراما حيث يحقق الموسم الثالث من مسلسل الموت ثلاثة نجاحاً كبيراً وتفاعل من قبل الجمهور لا يقل عن النجاح الذي حققه العمل في المواسم الماضية شخصياتهم جديدة بأحداث درامية مثيرة تشد المشاهد في رمضان أكدت مؤلفة المسلسل نادين جابر أن الجزء الثالث استكمال لأحداث الجزء الأول والثاني منه فهو متصل ومنفصل عنها في ذات الموسم إذا بعد كل شيء صار ما تركتيه بحياتك ما رح تتركيه أنت بدك تبقي معه ومعي بنفس الوقت أنا هي العيشة معك بديها خلصنا أولاً أنت ككاتبة الموت السري أو الموت واحد واثنين وثلاثة كيف هو شعورك بهذا النجاح الذي حققه وشو سر هذا النجاح وهل التكامل بين الأجزاء أكيد النجاح حلو خاصة لما يكون بعض تعب وتحدي والسرار المسؤولية كانت كتير كبيرة خاصة بهذا الجزء الحمد لله الأفضل عم تكون كتير روعة ومبسوطين كلنا كفريق عمل السر هم نجاح هو الخلطة بين فريق العمل ككل أنا ما بقدر أنسوا بنجاح مسلسل لشخص واحد بل هو فريق عمل كامل متكامل بدأ أنا من النص للإخراج للموسلين للإنتاج هؤلاء العناصر الأربعة ضرورية يكونوا بحيا لمسلسل لحتى يكون ناجح وإذا حيا لعنصر كان أقل بصير فيه غلط بالنتيجة أها بس نادين نحن نحكي عن ثلاث أجزاء اليوم فكيف يعني تمكنتي من أنه تبقي على التشويق لثلاث مواسم ولا تقعي في فخ المماطلة لكن عن جاء كانت المسؤولية كتير كبيرة خاصة بالجزء الثالث كربيل هيك أنا لما طلب مني بناءا على تلينيفيزيونات والمنصات والجمهور يلي بدن بإلحاح جزء الثالث أخدت فترة أني فكر بالموضوع لأنه الجزء الثالث من هين أبدا ممكن توقعي بسؤولي فكانت الخبرية أني أخد وقتي لحتى أقدر لقي حبكي ورد لهم خبر بعد شي شهر إذا أنا عندي شي بعد أقوله ولا لا أنا شخص طني ضد الأجزاء طالما عندي شي بعد أقوله من بعد شهر ونص من التفكير العميق الbrainstorming توصلت لنتيجة أنه بمحال ما الناس حابين هالمسلسل وهالشخصيات بس نحنا ضرورة ضرورة أنه نعمل شوي قلبي بالمسلسل أحسن منعيد حالنا أنا بعيد حالك كتابي لما ستنباعد وحاله نقز تمثيل والمفتش ذات الشي فكان فيه ضرورة أنه ضرورة درامية بحثة أنك تفلي من لبنان تروحي على بلد تاني وتفوتي بشخصيات جديدة للتغيير والترورات الدرامية ونفوت بمسلسل منقصل ومتصل بذات الوقت لأنه لو كنت أنا فتت في الجزء الثالث بذات الحلقة اللي درت فيها بالحلقة الثانية كنت أشطت وكانت يمكن الناس حبوا حلقة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ورجعوا حسوا بالملل وتركوا المتصل ترجمة نانسي قنقر